محافظ الأسكندرية في حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي دعوني أرحب بسيادة اللواء أرقان حرب بسيادة اللواء طارق المهدي برحب بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك وأهلا بجمهورك وأهلا بأهل مصر كلهم أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم كل عام وحضرتك بخير وكل شعب وجيش مصر بخير يا رب دايما كل سنة وإحنا كلنا طيبين لحظات الفخار القومي يجب ألا نفقدها ونحافظ عليها ونعض عليها بالنواجز لحظة من لحظات اللي كان فيها الشجاعة والرغبة والإخلاص للوطن فبتنجح أي أزمة زي ما بنقول دايما هي فرصة أو الفتحة لكل شهداء هذا الوطن عبر عمره وهو بيحافظ على أرضه وترابه ومقدساته وكرمته وكل الأشياء الطيبة نعم يمكن في 67 ما كنتش موجود في قوات المستلحة إنما كان المجتمع المصري بيعيش اللحظة في جميع مستوياته يعني إحنا كنا عايشين الأزمة أو النكسة أو الكابوس بتاع 67 زي أي حد مسؤول تحمل المسؤولية كان عمل شعب المصري كان تصل لمرحلة إنك بيجي لها كوابيس يعني لما طلبت مدارس بيجي لها كوابيس نتيجة ولكن في نفس اللحظة برضو فكرة الرفض الهزيمة والخروج في 9 يونيو وتقول لأ وهنكمل وهنعيش وأثبت إنك مش طلعت بس لأ أثبت ده لما المحافظات تتهجر وتقعد في مدارس ويبقى حمام مشترك لما الإمكانيات اللي عيشة تبقى قليلة شوية ورغز من ذلك معدلات النمو تبقى 6.7% من 10% في خلال هذه الفترة يبقى شيء طيب إنجاز إنجاز لما تكون بترمي السلاح اللي أنا أتبعه يعني قائد كتيبة دفاع جوي ورئيس تدريب دفاع جوي كله دفاع جوي يعني آه دفاع جوي طيب فالسلاح اللي أنا بتشرف بالانتباق ليه كرئيس أركان في نهاية العمر رئيس أركان القوات الدفاع جوي لما يكون بيرمي في مواقع السواريخ في الظروف الصعبة بتاعت البلد ب4 مليون جنيه أسمنت في اليوم أيام ما كان الأسمنت ب18 جنيه تشوف البلد كانت بتجهز إيه ومضحية بإيه فكرة نقص الموارد ونقص التوقيت والخطورة الدهامة هي لحظة آآ بجميع كله حارف فيها كله كسب كله نجح شعبا وجيشا كان عندهم عزيمة عندهم العزيمة والإخلاص والرغبة يتمللوا ينتصروا يعني تحية لكل من عاش هذه الفترة وتحية لأبنائهم اللي بيكملوا اللي احنا عايشينه الفتحة لكل الشهداء وربنا يرحمهم على قدر ما بزلوه الكنز الحقيقي اللي أثبتته دائما الأزمات الكنز الحقيقي هو الإنسان المصري أنا ما ببالغش لما بقول هذا الكلام أنا مدرك تماما أن ربنا حبانا بالحجر والبشر عشان برضو ما ننكرش رحمة ربنا عليه لكن حبانا بالحجر عشان هذا البشر يدوره فالكنز الحقيقي عندما بيتكون فيه القدوة والمحرك والوعي وعدم تغييبه وعدم تزييفه اللي هي المنظومة كاملة بتشرح له الحقائق بالسرعة الكافية وبالقدر الكافي من المعلومات منعا لإنك تطلع أقويل وشائعات وأعتقد ده ترند كسبنا به هقول الجملة اللي أنا مقتنع بيها وللها لي عشان ما بقاش سرق الله رحمه الدكتور عبد قدر الحاتم استعادة ثقة المطاق استعادة ثقة الناس وأعتقد أنه نحن في مرحلة استعادة ثقة الناس الناس عندها أمل أمل ليه؟ شايف أن فيه فعلا على الأرض فيه محاولة الانتصار على مشاكل حياتية نبوزك كورونا